لم تمر ساعات على جريمة اغتصاب الطفل ياسين رعاد المحمود العراقي الذي يعيش في منطقة رأس العين السورية حتى ضجت شوارع المدينة التي اغتصب وقتل فيها ياسين بجريمة بشعة غضبا بتظاهرتين الأولى نسقها الأطفال الذين طالبوا بالعدالة الإنسانية والثانية شارك فيها وجهاء وناشطون من رأس العين لكن الحادثة كشفت عن تراكمات سوء المعاملة للاجئين والمشردين من العراق سيما أن أصابع الاتهام توجهت نحو أحد فصائل الجيش الوطني السوري أو ما يسمون بالصقور الشمال إلا أن الجيش تنصل من القاتل مؤكدا عدم انتسابه لجنوده القاتل لقي حتفه بعد أن تمت تصفيته على يد مجموعة انتقمت لاغتصاب ومقتل الطفل العراقي وهو ما أعاد صورة التمييز العنصري والظلم الذي يتعرض له اللاجئون دون حلول فاعلة تضمن حقوقهم الإنسانية تؤكد مؤسسة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السبب الرئيس يعود إلى غياب سيادة القانون في المناطق المكتظة باللاجئين وترزخ تحت نزاعات فصائل نظامية وغير نظامية في الجانب السوري أو المحاذي للحدود العراقية قضية هزت الشارع العراقية والعربية في آن معا وأسمعت العالم صرخة الوجع التي تنزف في كل فصل جديد من فصول الظلم والمأساة